سنة في اليونسيف بعد مناصرتها قضايا الأطفال أعلن المكتب الإقليمي لليونسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعيين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة بهدف الإسهام في تصليط الأضواء على قضايا الأطفال لقد حان الوقت الآن أن نأخذهم بعين الاعتبار لأن العالم الجدير بالأطفال عالم جدير بكل شخص منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تعمل منذ أكثر من 60 سنة بمجالات الصحة والتربية والحماية والمياه والصرف الصحي لحتى تحقق هذه الحلم نحن فخرين كثير وجدا جدا فوق العالم فوق العادي طبعا بهذا الوزيف الجديد لنسي أجرم المشهورة المغنية اللبنانية مؤسسة تيونسيف أن تعيني سفيرة نوية الحسنة بالشرق الأوسط وبشامل أفريقيا هذا بعتبره أهم حلم وأحلى حدث صار معي بحياتي كأنسانة وكفنانة وكأم لحديث هلأ إشارة إلى أن الفنانة أجرم هي السفيرة الثانية الإقليمية لليونسيف ويحمل الممثل المصري محمود قبيل هذا اللقب منذ أواخر الألفين وثلاثة في إطار مهرجان